اشتركوا في القناة فاهمين الحمد لله لكن لما بنيجي نحل بنواجه صعوبات في مشاكل عندنا في التطبيق حالة النهاردة احنا هنطبق هنبدأ نحل هنعرف ازاي نحل اي سؤال على الدرس الاول او على الدرس التاني مش عايز حدية لا خالص انا شايف ان الموضوع مش صعب وان شاء الله بعد حلقة النهاردة مش هتلاقي في حاجة صعبة ابدا عايزك بس كده تركز معايا جدا ونشوف ازاي بنفكر نحل اي سؤال جاهزين يلا بنا الدرس الاول الايون والزر السؤال الاول بيقول اكتب المصطلح العلمي انا عندي كذا مصطلح خمس مصطلحاتهم خاصين بالايه بالدرس الاول اللي هو الايون والزر لازم كلنا نكون حافظين المصطلحات هنرى مع بعض كده ونشوف احنا فاكرين ايه وهنجاوز ازاي اول رسال بيقول زر فقدت الكترون او اكتر اثناء تفاعل كيميائي ده بسمي ايه السؤال اللي بعده رابطة تنشأ عن قوة تجازب كهرابي بين ايون موجب وايون سالب رقم ثلاثة عناصر رضيئة التوصيل للحرارة ومستوى الطاقة الخارجي اكتر من اربع الكترونات بسميها ايه رقم اربعة زرية عنصر لا تفقد ولا تكتسب الكترونات في الظروف العادية ولا بتفقد ولا بتكتسب اخر حاجة رابطة كيميائية تنشأ بين زرتين لعنصر لا في لزي واحد او لعنصرين لا في لزي في طلبة كتير طبعا ما بتواجهش في المصطلح العلمي اي صعوبة ليه السؤال بيبقى مباشر ويحن طبعا عشان حافظين هنجاو اول سؤال الزرة لما بتفقد الكترون بسميها ايه الايون الموجب قلنا اللي بيفقد هو الايون الموجب اللي بيحتوي على واحد واثنين وثلاثة في المستوى الخارج طيب الرابطة اللي ما بين الايون الموجب والايون السالب من اسمها ايون موجب وايون سالب تبقى رابطة ايه هايل رابطة ايوني عناصر رضية التوصيل الحرار انا كده عرفتها واللي اكد لي انها اكتر من اربع الكترونات في المستوى الخارجي بسميها العناصر دي اللا في لزات هايل زرة عنصر يعني ولا بتفقد ولا بتكتسب يعني كده هي مكتملة يبقى دي عناصر ايه العنصر الخامل هايل طب لو رابطة كيميائية تنشأ بين نظرتين لعنصر لافلزي واحد بين لافلزين تبقى رابطة ايه رابطة تساهمي سؤال سهل بنبدأ كده يعني ناخد الامور واحدة واحدة ده بداية حلوة تعال نخش بقى على الايه السؤال الاصعب السؤال الاصعب اللي هو ايه علل احنا بديفهم علل طبعا عشان احنا بنتقسس ولازم كلنا نتعود عليه ماينفعش ان انا مذاكرش علي لان السؤال ده هيكمل معانا لحد سنوي فلازم يكون عندي خلفية بكل الاسئلة بتاعتعلل اللي في الواحدة الاولى كلها سألول بيقول عندما تفقد زرة الفلز الالكترون او اكتر بتتحول لأيون موجب انا عارف المعلوم اللي بيفقد بيبقى ايون موجب طب ليه ده بقى السؤال هجاوب ازاي اللي بيفقد بيبقى يون موجب ليه قلنا موجب هو مين اللي موجب في الزرة مش عدد البروتونات يبقى الايجابة لان عدد البروتونات بيبقى اكتر من عدد الالكترونات صح؟ مش هو فقط الالكترون يبقى البروتونات اكتر تعال بصي الاجابة لان عدد البروتونات الموجب بيصبح اكبر من عدد الالكترونات السلب كل بساطة يعني مش عايز حد ياخد الامور بصعوبة حاول تحل واحدة واحدة كده وبساطة هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا سؤال لبعض سؤال ده بقى محتاج تفكير تساوى عدد الالكترونات في ايون كل من الالمونيوم AL13 والاكسجين اليه 8 اكسجين 8 ده نفس الايون بتاعه فيه عدد الالكترونات زي الايون بتاع الالمونيوم ازاي ده 13 وده 8 وايونهم بيحتوي على نفس عدد الالكترونات ناخدهم واحدة واحدة الالمونيوم كم 13 وزع ال 13 2 8 3 بينتهي بكم ب3 هيعمل ايه هيفقدهم هيبقى كم 2 8 هايل تعال نشوف بقى الاكسجين الاكسجين 8 وزع ال 8 كده 2 6 بينتهي ب6 هيحتاج 2 هيكتسب 2 علشان يبقى برضو 2 8 يعني ده هيبقى 2 8 وده هيبقى 2 8 الاجابة بقى هكتبها ازاي انت فاهم بس عايز تكتب صح تعال بصي الاجابة لانها واسناء التفاعل الكيميائي تفقد زارة الالمونيوم 3 الالكترونات بينما تكتسب زارة الاكسجين الالكترونين ويصبح في عين كل منهما 10 الالكترونات عشان كده بيتساوي فهمناها كده طيب نخش علي بعض سؤال مهم جدا انا لو فهمت الاسئلة بتاع تعلل انا فهمت الدرس طيب تعال نشوف سؤال ده الرابطة الايونية بينتج عنها جزيئات مركبات فقط وليست عناصر اي مركب ايوني لازم يبقى كلمة مركب ايوني ما ينفعش اقول عنصر ايوني ازاي في رابطة ايونية تدى عناصر لا يمكن طيب ليه تعال نرجع للرابطة الايونية يعني ايه رابطة بتنشأ بين في لز ولا في لز طالما بين اتنين مختلفين يبقى مركب مش انت عارف ان المركب بيكون من ذرات لعناصر مختلفة لو نفس العنصر يبقى ايه عنصر يعني مثلا سي ال مع سي ال ده كده يبقى ايه عنصر ينفع السي ال والسي ال لي يعملوا رابطة ايونية لا يمكن ليه عشان الرابطة الايونية لازم تكون بين في لز ولا في لز يعني اتنين مختلفين انا فاهم طب هكتبها ازاي تعال نشوف لانها تنشأ بين ذرات عناصر غير متمثلة نتيجة التجاذب الكهربية بين الايون الموجب للفلز والايون السالب لزارة العنصر اللافلز وضحت طيب تعال نشوف السؤال ده مهم جدا انك تعرف كنا عارفين من الترمي الاول لا تشترك العناصر الخاملة في التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية لا تشترك العناصر الخاملة في الايه في التفاعل ليه ما ينفعش انها تشترك في التفاعل لانها مكتملة يبقى الايجابة لاكتمال مستوى الطاقة الخارجي لزارتها بالالكترونيت عشان كده هي ما بتشاركش طبعا مكتملة هتفقد هتكتسب لا طبعا فطالما لا تفقد ولا تكتسب يبقى الايجابة ايه لانها مكتملة في المدار الخارجي بيبقى مكتمل بالالكترونيت شوف السؤال اللي بعده الرابطة في جزء النيتروجين تساهمية سلاسية نبدأ بقى نفكر الاجابة هتبقى عاملة ازاي يعني ايه تساهمية سلاسية يعني كل واحدة فيهم بتشارك بثلاثة الكترونيت احنا مش خدنا ان فيه التساهمية فيه احدية وفيه صناقية وفيه صلاسية وعرفنا احدية زي ايه وصناقية زي ايه وصلاسية زي ايه مش فاكر محتاج انك تلمي الدنيا شوية طب انا هجاوب لك على السؤال ده وهرسمهم لك تاني بتوضيح اكتر عشان تفهمهم اكتر السؤال بيقول النيتروجين تساهمية سلاسية ليه الاجابة لانها تنشع عن طريق مشاركة كل زر نيتروجين بتالت الكترونيت لو كانت بتشارك باثنين يبقى تساهمية صناعية لكن دي سلاسية عشان بتشارك بتالت الكترونيت بتشارك بتلاتة عشان تكتمل تحب تعرف اكتر تحب تشوفها بنفسك يلا بينا على البي على البورد ونشوفها بنفسنا تعالوا مع بعض كده نشوف الرابطة التساهمية بانواع التلاتة سواء كانت احدية او صناعية او صلاعيسية وهنشوف الكلام ده في الكلور والاكسوجين والنيتروجين الرابطة التساهمية تمام احنا نقول اول حاجة الاحادية هاي الاحادية زي مين زي الكلور وزع الكلور كده 17 2 8 7 بينتهي بكم ب7 هتعمل ايه هتكتسب واحد دورت على حد يديها الالكترون ما لقيتش يبقى هتكتر انها تعمل رابطة من نوع تاني اسمها الرابطة الايه التساهمية ازاي في الاخرة تبقى مكتملة لو اتحدث مع عنصر تاني او زر تاني زي الكلور زيها بالزبط محتاجة برضو الكترون تعالوا نشوف المنظر ده ايه دي زر تلكلور 1 2 3 4 5 6 7 المفروض تبقى 8 هتعمل ايه هتتحد مع زر تكلور تانية بالمنظر ده فيها كام الكترون 1 2 3 4 5 6 7 خدت بالك كده لو احنا بصينا على اي زر فيهم هتلاقي فيها 8 الكترونيات المنظر ده اسمها رابطة تساهمية اوحادي ليه لان كل زر تساهمة 1 الكترون طيب تعالوا نشوف الرابطة التساهمية السناقي السناقي يعني ايه يعني كل واحدة شارك ب2 الكترون هايل عندنا مين مثلي كده الاكسوجين ادي الاكسوجين فيه كام الكترون الاكسوجين كله 8 وزع 8 2 6 يعني فيه في الاخر كام 1 2 3 4 5 6 جميل هيعمل ايه هيتحد مع زرة اكسوجين اخرى فيها برضو 6 1 2 3 4 5 6 لو بصيت على اي زرة فيهم وعديت الالكترونيات هتلاقيهم برضو كام 8 ادي كده معي 1 2 3 4 5 6 7 8 لانها اخدت 2 الكترون من الزرة التانية نفس الكلام ده حصل مع ايه مع زرة الالكترونيات الاخرى بقت بالمنظر ده كده وده معنات ان ال-O كون رابطة التساهمية سلاسية طيب تعال نشوف وديه كلورة اهي بالمنظر ده ايه كمان عندنا رابطة تساهمية سلاسية دي باع تعمين النيتروجين اهي النيتروجين الرابطة الايه السلاسية جميل جدا عاملة ازاي اهي 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 النيتروجين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ليه النيتروجين توزيعه السبعة اتنين خمسة محتاجة كم تلاتة الكترونيات هتعمل ايه هتشارك بتلاتة مع زرة اخرى اهي تزارة تانية وادي الشكل بتاعه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خدت بالك ان كل زرة شركت بتلاتة الكترون هايل بقيت بالمنظر ده اهي النيتروجين رابطة تساهمية ثلاثية شايف المنظر شايف الفرق ببين الاحدية والثنية والثلاثية هو ده الامثال اللي عندي لازم تفهم ان الرابطة التساهمية بتكون في الاخر عناصر زي ما انت شايف وممكن كمان تكون مركبات لو كانت بين لافل الزين مختلفين هاديك اخر مثال ايه الكلور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ممكن الكلور يعمل مشاركة مع الهيدروجين الهيدروجين واحد ومحتاج واحد عشان يكتمل فيعمل ايه ايه ده الهيدروجين شايف المنظر ده المنظر ده معانته ايه انها رابطة تساهمية احدية اه بس تكونت عنصر ولا مركب مركب طب ليه لنظرتين مختلفتين لو كانت شبه بعض تبقى عنصر عشان كده رابطة تساهمية ينتج عن عناصر ومركبات اما الايونية فلازم تكون مركبات فقط فيعمل كده يالا نرجع وارجعنا لكم تاني عشان يكمل بقية المراجعة تعالا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول اين السؤال المرتقب اختار ودي الاسئلة اللي محتاجة ان احنا نركز فيها جدا لانها مهمة جدا في اسئلة بتبقى طبعا مباشرة جدا زي السؤال ده مين العالم اللي قسم العناصر لفلزات ولا فيلزات تعالا نشوف الاسئلة كلها وبعد كده نجاوب يا ترى مين العالم ده احمد زويل بريزيليوس نيوتن كلوم معلومة دي احنا ما قلنهاش بس اكيد هتعرفها دلوقتي ان هو مين بريزيليوس هاي الجدا خش بقى صعب العناصر اللي جاية قدامك دي كلها فيلزات ما عدا مين يبقى مين في دول لا فيلز الحديد الاكسوجين السوديوم النحاس اكيد انت عارف الفرق بين الفلزات واللا فيلزات وانا فيلزات كلها صلبة مع عدد زئبك يبقى الغاز اللي موجود ده اللي هو الاكسوجين هو اللي ايه اللا فيلز يعتبر العنصر اللي عدده زر 16 16 يا طرح هو فيلز ولا لا فيلز ولا اشباه فيلزات ولا عناصر خاملة وزع 16 شوف السؤال الاول ما يجيلك كده توزع على طول 2 8 6 بينتيب كم بينتيب 6 طالما بينتيب 6 يبقى ي يبقى لا فيلز طبعا عند تحول الزرة الى ايون لما الزرة تفقد او تكتسب فهتتحول لأيون يا طرح من اللي بيتغير السؤال ده جميل ومهم جدا يا طرح من اللي بيتغير عدد البروتونات اللي جواه النواة عدد النائترونات برضه اللي جواه النواة عدد الالكترونات اللي بره ولا العدد الكتلي هو بيفقد ايه الكترونات او يكتسب الالكترونات يبقى اللي بيتغير مين اكيد عدد الالكترونات قدت السؤال اللي جاء ده بقى محتاج طالب زكي العنصر اللي عدده الزري كام بيكون رابطة ايونية مع الاكسوجين عارف الاكسوجين احنا لسا عالين ان هو ايه لا فلز يبقى انا بدور على مين على فلز لان الرابطة الايونية بتبقى بين موجبه سالب فلز ولا فلز يبقى انا هختار واحد من دول يكون فلز اللي اتنين لأ طبعا ده خامل اتنين تمانية اللي هو العشرة يعني برضو خامل اتنين تمانية اتنين اللي هو الاثنشر ممكن طب الستاشر لا ده لا فلز يبقى انت هتختار ايه هختار الفلز اللي ايه اللي موجود في الارقام دي يبقى لازم نوزع كله ولازم نشوف من اللي بينتيه بواحد او اتنين وثلاثة ونختاره على طبعا يعني مين يعني اللي اتنشر تمام كده تعال نشوف اللي بعد ادي مجموعة اسئلة برضو اختار وعايزين نجاوب عليها حطها لك كلها قدامك برضو ونحاول نحلها مع بعض السؤال ده مهم برضو عدد مستويات الطاقة في ايون السوديوم نقاط عدد مستويات الطاقة في زراته جميل السؤال ده ايون السوديوم هو سوديوم ده ايه فلز حلو بينتيه بواحد اتنين تلاتة لما يتحول الى ايون هيفقد هيفقد المستوى كله هيفقد المستوى الخارجي كله يعني بدل ما كان اتنين تمانية واحد بقى اتنين تمانية بس يعني كده معناته ان الايون بقى ايه بقى اقل من الزرة في عدد المستويات برافو اللي قال اقل ممتاز تعالى بقى اشوف السؤال اللي جاي ده جميل قوي عنصر يستخدم في صناعة الاسلاك القهربية اتوقع ان يكون عدده زر كام اسلاك قهربية يعني بيوصل الكهرباء يعني ممكن يكون ايه ممكن يكون في لز يبقى احنا هنوزع الارقام اللي عندي دي ونشوف مين فيهم اللي بينتهي بواحد او اتنين او تلاتة شفت الاجابة سهلة ازاي وزع السبعة عشر اتنين تمانية سبعة شينفع العشر اتنين تمانية لا برضو ده خامل شينفع ابدا التمانية اتنين ستة ده لا في لز التلاتةاشر اتنين تمانية تلاتة يبقى هو ده ليه بينتهي بتلاتة يبقى في لز يبقى الاجابة ايه التلاتةاشر فهمنا بقى الاسئلة بتتجاوب ازاي واحدة واحدة هتفهم اكتر الرابطة التساهمية بتنشأ بين نقط ونقط تساهمية اكيد كل واحد بيشارك اكيد بين اتنين لا في لزين ما ينفعش ابدا يكون فيها في لز يبقى الاجابة لا في لزين هايل جزئ الماء يطرى الرابطة في جزئ الماء قلناها الحلقة اللي فاتت ورسمناها وشفناها وعرفنا ان جزئ الماء يبارى عن رابطة تساهمية احدية لان الاكسوجين اي نعم بيشارك باتنين الكترون بس واحد الناحية دي مع الهيدروجين واحد الناحية دي مع الهيدروجين التانية عشان كده عمل رابطة تساهمية ايه احدية تتكون رابطة تساهمية احدية في جزئ نقط احنا لسه دلوقت رسمين وشايفين مين اللي كان احادي كلور تعالى ندور كده على الكلور موجود طب الاكسوجين لا الاكسوجين ده سوناء وناتروجين سلس اكسيد الكالسيوم دي رابطة ايونية ايه اساس يبقى الاجابة صحة ايه الاجابة الكلور اخر سؤال بقى برضو محتاج تركيز التركيب الالكتروني لايون البوتاسيوم كيه تسعتاشر انا بقولش انا بقولش الزر انا بقول ايون يعني وزع ويفقد تسعتاشر اتنين تمانية تمانية واحد في انتهي بواحد هيفقده هيبقى اتنين تمانية تمانية يا ترى الاتنين تمانية تمانية ده هيكون شبه التركيب الالكتروني لأيون من في دول يبقى انا اعمل ايه هوزع برضو كل واحد من الاختيارات دي واشوف مين بعد ما يفقد او يكتسب يكون مساوي تمنتاشر تعال نشوف الو تمانية اتنين ستة هيكتسب اتنين هيبقى اتنين تمانية عشرة يعني مش هيا الالمونيوم تلتاشر اتنين تمانية تلاتة هيفقد التلاتة برضو هيبقى عشر انا بدور على التمنتاشر طب الكلور سبعة عشر اتنين تمانية سبعة هيعمل ايه هيكتسب واحد هيبقى كام اتنين تمانية تمانية هو ده اللي بدور عليه هو ده التركيب الالكتروني لأيون الكلور اما سوديوم اتنين تمانية واحد هيفقد الواحد يبقى عشرة برضو مش هياف يبقى الإجابة صحة ايه الكلور شفت يا سئلة اختار محتاجة تفكير ازاي شفت ان احنا بنوزع كل الاختيارات عشان نوصل اللي احنا عايزينه محدش بيختار ابدا من جر ما يفكر الاختياري لازم بعد تفكير عميق جدا اتفقنا طيب تيجي نخش بقى الاسئلة الصعبة يلا بينا السؤال ده بيقول ايه اربعة عناصر مختلفة A, P, C, D اعدادها زرية تمانية واحد سبعتاشر حداشر عايز يعرف ثلاث حاجات علشان نحلها يلا نروح على البرد لان احنا محتاجين نرسم ونفكر كده ونفسفس المسألة واحدة واحدة عشان نعرف نحلها مستعد يلا بينا تعالوا مع بعض نحل النوعية دي من المسائل ومش عايدك تتخضي ابدا لما تشوف حاجة زي كده تعال بص معي عندك اربع عناصر A, B, C, D ودي اعدادها من الزرية بالترتيب يعني الـ A8 P1 17 11 اول سأل بيقول ما نوع الرابطة الناشئة بين الزرتي الـ P اللي هي واحد عايز اعرف الرابطة عاملة ازاي سأل لبعده ما نوع ايون العنصر A شايف العنصر A ده اللي هو 8 وما عدد الشحنات اللي بيحمله سأل لبعده ما نوع الرابطة الناشئة بين المركب الناتج بين C والD 17 وال11 تعال نشوف مع بعض هنحل حاجة زي كده ازاي يلا بينا اول حاجة العنصر B ده هو اساسا واحد لما توزع الواحد الواحد هيبقى عامل كده K واحد ده الهيدروجين خلي بالك احنا قايلين اي حد بنته بواحد او اتنين او ثلاثة يبقى في لز صح الا الهيدروجين لان هو بنته بواحد لو فقد الواحد هيبقى كده مع ايه ما بقتش زر هو عايز يكتمل طب ملكب يكتمل بكام باتنين يبقى هو هيعمل ايه هيكتسب واحد هي ايه هيكتسب ده كده بقى ايه لا في لز ايون سالب طب طالما لا في لز لو هعمل رابطة ما بين لا في لزين هتبقى رابطة ايه اكيد رابطة تساهمية واحد ايه يعني ده هتبقى ايه تساهمية واحد ايه هاي قريبت ليه كل واحد بيشارك بالكترون عشان يكتمل ما نوع ايون العنصر ايه شايف العنصر ايه اللي هو ده وزع التمانية على طول اتنين ستة هاي البينتهي بكام بينتهي بستة لما يبقى اتنين ستة هيحتاج كام علشان يكتمل يحتاج اتنين هيبقى اتنين ثمانية وفي نفس الوقت هنقول ان هو اكتسب اتنين معنى الكلام ده ايه ان الايون بتاعه ايون سالب والشحنات شحنتين سالب اتنين بالمنظر ده طيب ما نقرر بيطة الناشئة بان المركب الناتج من تفاعل السي معادي تعال نشوف بقى الحداشر والكام والسبعتاشر حداشر اتنين تمانية واحد سبعتاشر اتنين تمانية سبعة واحد يعني ايه يعني ايون موجب عشان هيفقد واحد فلز صح والسبعتاشر اتنين تمانية سبعة هيكتسب يعني لافلز يبقى الرابطة اللي هتنشأ بينه اسمها الرابطة ايه اللي ما بين الفلز واللافلز هي الرابطة الايونية يبقى نكتب هنا ايه رابطة ايوني لو انت فهمت المسألة دي وتبعت معايا الحلقة من اولها وعرفت الجاوب معايا انت كده الدرس الاول بقيت عشر على عشر يلا نرجع تاني يلا بينا اتمنى نكون وفقنا ان احنا نجاوب على اي سؤال في الدرس الاول مش هيجيلك اسئلة برا اللي احنا قلنا دا انت كده في هند وطبق وعارك تتجاوب على اي سؤال فضلينا الدرس التاني عايزين شغلي اكتر الحلقة الجاية تابعني اشوفك على اخير الى اللقاء